تفقد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول محمد زكي مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالأكاديمية والكليات العسكرية بالكلية الحربية وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول وتفقد الفريق أول محمد زكي دورة العمل داخل مكتب التنسيق والجان القمسيون الطبي وما تضمه من عيادات طبية حديثة ومتطورة تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية والكليات العسكرية بالكلية الحربية وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول حيث استعرض مدير الكلية الحربية الموقف الحالي لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة وتفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي دورة العمل داخل مكتب التنسيق والليجين الكوميسيون الطبي وما تضمه من عيادات طبية حديثة ومتطورة من خلال منظومة عمل بواسطة نخبة من الأطباء والاستشاريين من ضباط القوات المسلحة أعقبه المرور على اختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر بناء على المعايير القياسية المقررة للالتحاق وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من الطلبة المتقدمين في أسلوب الاختبارات المختلفة التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل وأثناء على ما تحصل عليه المتقدمون من نتائج في ضوء المنافسة النزيهة لنيلي شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة مشيرا إلى أن كل شخص سيتم قبوله في الأكاديمية والكليات العسكرية سيكون بناء على إمكانياته وقدراته وأنه لا مجال لأي عوامل أخرى في الاختبارات متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلبة وأن يتمكنوا من اكتياز الاختبارات التي تؤهلهم بأن يكونوا شريانا جديدا ينبض داخل القوات المسلحة وفي ختام الجولة التفقدية قام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على عدد من أماكن التدريب داخل الكلية الحربية للاطمئنان على سير العملية التعليمية كما ناقش عددا من الطلبة في عدد من الموضوعات مشيدا بحالة الوعي والمستوى الثقافي العالي للطلبة ومواجهنا الشكر للقائمين والمشرفين على اختبارات القبول ومكتب التنصيق وما يقومون به من جهد يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكافة الطلبة حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة